قام الحارس تيبو كورتوا بخطأ فادح تسبب من خلاله في تسجيل هدف محمد صلى أثناء المباراة التي جمعت بين فريق ليفيربول وريال مادريد وقال الحارس كورتوا في إحدى التصريحات أن التصرف كان غباء منه بالهدف الثاني وكان يرغب بالتمرير ولكن سقط وهذا سوء حد أيضا سوء الحد حدث للحارس أليسون فأليسون يرد هدية كورتوا بالخطأ الكاري كانت مباراة مليئة بأخطاء كروية فادحة ولقطة الحارس كورتوا والحارس أليسون أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل نشطاء الفيسبوك تفاعلون مع هذه اللقطات بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد